لم تكن عادة التدخين لدى البالغين عادة حديثة أقبل عليها عند بلوغهم سن الرجول بل معظم المدخنين وبحسب الدراسات التي تؤكد أن نسبة 90% من المدخنين البالغين بدأت عندما كانوا أطفالا أي أن التدخين عادة أدمن عليها المدخنون في سن مبكرة وهذا مكمن الخطر إذ يلجأ الطفل في هذه السن إلى التدخين كأن يتصور أن هذه العادة تعطيه نوعا من الاستقلالية عن والديه والإحساس بالبلوغ ويوحيله بقدرته على الاعتماد على نفسه وإحساسه أن هذا التصرف يبنحه نوعا من البرستيج والرقي الاجتماعي وأنه يبدو أكثر جاذبية عند حمله السيجارة وذلك راجع لأخطاء يرتكبها الآباء المدخنون تسهم في تعلم أطفالهم التدخين في هذه المرحلة العمرية بسبب الضغوط النفسية والاجتماعية وكذلك مباهة الآباء بالتدخين أمام أبنائهم أو إرسالهم لشراء علب السجائر مما يكسر هاجس الخوف من التدخين لديهم كما أن التعامل السلبي للآباء أثناء اكتشاف تدخين أحد الأبناء كاستخدام العنف لحل هذه الإشكالية والتي تولد العناد لدى الطفل أكثر من الإذعان لرغبة الأب القدوات عمل إيجابي هذا ما يؤكد عليه التربويون لابد للآباء الحرص عليه لكي يكون القدوة الحسنة لأطفالهم ترجمة نانسي قنقر